مهو لما اللتر الواحد يوصل لربعين جنيه وزيادة يبقى لازم كلنا نقف ونقول اسطب ودعا لغلاء الاسعار كل اللي احنا هنعوزه وجرد الفاضي عندنا ونحتاج كمان لإدمقاشة قديمة ووفري على نفسك وعلى جوزك فلوس كتير جدا جدا ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كلكم بألف خيه مهو لما اللتر الصابون السايل يوصل لربعين جنيه وزيادة ومش مكمل لتر يبقى كده حرام يبقى لازم كلنا نقف ونقول اسطب ونودع غلاء الاسعار هنعمل النهاردة مع بعض الصابون السايل في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وتكلفة تلاتين جنيه وبس هنعمل ستة لتر على الرغبة وكمان تركيزه حلوة او او في النظافة والريحة تعته حلو ده كده صابون سايل بهجة اللي بتحضر في البيت بلقى مكتوب عليه طريقة التحضير وسعره عامل تلاتين جنيه ده ارخص نوع موجود في السوق تمام لكن انا مش همشي على طريقة التحضير المكتوبة علي انا همشي على طريقة التحضير اللي كله جربوا بيها وشكر فيها كل اللي احنا هنعمله هنجيب بقى الجردل الفاضي بتاعنا ونبدأ كده نجيب محتويات الصابون السايل وهنفرغها في قلب الجردل بتاعنا بالشكل انتو شايفينه وهنبدأ نجيب لتر مية واحد لتر مية واحد وهننزل على الصابون السايل بتاعنا وهنبدأ نقلبه بعصاية المقاشة بشكل انتو شايفينه لحد ما يتجنسوا مع بعض ويختلط في لتر مية الصابون السايل يختلط في قلب اللتر بتاع المية بعد كده هننزل بخمسة لتر مية بالتدريج خمسة لتر مية بالتدريج كل اللي جربه على الستة لت قالك الرغوة بتاعته بتبقى عالية قوي قوي وكمان النضافة بتاعته بتبقى حلوة وكمان بيع تنعمها للإيد وكمان الرحة بتاعته بتبقى قوية لكن انت لو عملتها 8 لتر بيبقى خفيف وكمان الرغوة بتاعته بتبقى ليلة والنضافة بتاعته بتبقى خفيفة جدا جدا والريحة ملهوش ريحة فانت بقى هتبدأت كده تخلطي المية بالصابون السايل و هتسيبهم ساعتين لحد ما يربط كده بقى الصابون السايل بدأ ربط معانا هو بالشكل انتوا شايفينه هو لونه والبرتقاني تمام الطريقة سهلة وبسيطة خالص و ما خدتش مننا وقت ولا مجهود خالص يعني موضوع ما فيش اي ضهبط فانا حبيت كمان ان اقريكم الرغوة بتاعته عاملة ازاي انا خدت منه شوية هو بس صغيرين بجد بيحت نعمها للأيد و كمان الرغوة بتاعته حلوة اching و كمان نضافت به الحد بصراحة خلى الحد حلوة اching انا اول مرة اجربه بس بصراحة حلو اching لو انت هتجربيه بقى هتجيبه بتعمله اعمليه على 6L مية ما هتعملوش على 8L عشان لو انت عملتيه على 8L مية هيبقى خفيف جدا ربط لكن هو على 6L بيبقى الكوان بتاعوا تقيل و كمان الرحة بتاعته بتبقى حلوة و كمان الرغوة بتاعته بتبقى عالية جدا ربط اتمنى اني نكون في التك ولو بحاجة بسيطة جدا جدا فلو الفيديو عجبت انتش تعملي لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن وكمان تعملي شير عشان كتير يستفيد واشتراك في القناة اول مرة شوفيني وفعلي زر الجرس عكل عشان نصالك مني كل جديد وانزلي تحت في الكونتات وصلى عندي